المجموعة اللي أنا جاي معها من أنبل الناس أول مرة بنزل على سوريا ومشتاء أنا صدي زمانتين ما ننزل على سوريا أدلب يعني عشرة كيلو من بيتي كان دائماً ندوخ ونجي والسوق والمحلات ورفقتي ومعروفة كلها يعني إحساس مرير إنك تفوت على البلد بعد يعني 14 أو 14 سنة وما توصل لوين ما بديك تتروح بالبلد لقينا إنه في حاجة كبيرة لجراحة القلب والصدر أهلنا بشمال سوريا بيحتاجوا أنا الدكتور حازن جاي بكرة واليوم عندي ثلاثة عمليات قلب وإن شاء الله بشوفك القريباً ما عم قدر أصبر حتى أخوف أهلنا بسوريا بسم الله بدأنا بضب الشناتة تحضيراً للسفر تقنى على الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قهلاً عندي في مواسطين موسيقى السلام عليكم عزيلا من عسانين وعبسانهم في وجهاتها هي أول شيء تحمل اسم الشهيد دكتور أسامة البارودي هاي هي صورته بنحكي نحن ملخص أول شيء عن خطة العمل اليوم الأول اللي هي رح تكون أهم شيء يعني الانطلاقة وشوية انستركشن بسيطة هلا باليوم الأول بس حابين نعرفكم بكيف حتكون الموبيليتي بلان هيكون في عنا 8 سيارات ناطرتكم عند المعبر بتعرفوا في عنا بيوم الأحد الافتتاح في كويك فالعام الأغلب من الأطباء حيتوجهوا لمديرية الصحة في عنا بس الدكتور قويس والدكتور ردوان حيطلعوا على العفرين مباشرة أحساس مرير انك تفوت على البلد بعد يعني 14-14 سنة وما توصل لوين ما بدك تروح بالبلد يعني ما نسهل يعني هاي بلدنا وأرضنا أنا طبعا ابن أدلب أنا ولدت وعشت بقرية من قرى أدلب نيرب وأدلب يعني عشرة كيلو من بيتي كان دائما يدوخ ونجي والسوق والمحلات ورفقتي ومعروفة كلها يعني فلا شك يعني دخول للبلد بعد كل هالفترة وشوفيت البلد الناس أحيانا بعرفة الحمدل منبسطنا بجيئتنا لهون أول مرة جينا على غازي عندها أول مرة بنزل على سوريا ومشتاء نصلي زمان كتير ما ننزل على سوريا مشتاء الأهلي والعالم اللي نشوفه نيك شراء الله سبب الزيارة هو بس انه شوف سوريا مشتاءنا كتير صلنا زمان كتير ما نزلناه مشتاءنا الأهل للعالم والناس والحكل سوري والحكل الظريف مع العالم والناس فهذا هو السبب الرئيسي للنزلة والحمدل الله يعني الله يرسلنا إياها أنا صلي فترة عم بتطلع انه بدأيجي لهون بس ما صح اللي غير له الوقت هذا ليش الجياع سوريا طبعا الواحد هاي بلده وأرضه وناسه وأهله ونحن هذا أقل شي من نقدر نقدملهم مع مقابل التضحيات اللي هن يقدموها بسنوات الماضي يلا يلا أشهر 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 معادي حفار والله معادي سوريا معادي سوريا المترجم للقناة 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 وهذا الهدف الأساسي خدمة أهلنا وأخواننا في هذا البلد وهم شيء بناء الإنسان من ناحية تعليمية تتضمن برامج سامس في التعليم التطبيل حالياً برامج الإقامة والزمالة التي تضم 53 طبيباً بمختلف الاختصاصات تشرف عليهم لجان تدريسية خبيرة قوامها أكثر من 30 طبيباً مشرفاً المواطنة سامس كانت أول القائمين على دعم اله exhib سوري للإقامة للتعليم رحلنا ثم ففتحت لنا أقوال الجديد من المواطنة سامس برامج الس120 على أي أي حال أخذنا العهد أن تكون البعثات الطبية جزءاً أساسياً فيها ومحوراًأساسياً فيها نشاطات التعليم التببي البعثات الطبية التي نكفتها سامز ما بعد الزلزال نضعها بين أيديكم أيضا في عجالة في هذا الفيديو لتعزيز جهود منظمة سامز في إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدات الصحية للناس في شمال غرب سوريا وفي ساعي حفيت منها لتمكين المجتمع السوري وتطوير كفاءة القطاع الطبيع علميا تواصل سامز ما بدأته بعد زلزال العام الماضي بتنظيم بعثاتها الطبية التخصصية التي ينخلط فيها أعضاؤها المتطوعون ومن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص تهدف هذه البعثات إلى تقديم خدمات صحية نوعية وعالية الجودة غالبها لم يكن متاحا من قبل وبعضها ينفذ لأول مرة في الإقليم مما يسهم بشكل مباشر في النهوض بمستوى الرعاية الطبية المقدمة في المشافي التي تدعمها سامز وكذل التي يدعمها الشركاء الآخرون من الدقائق أنهينا افتتاح الإسبوع العلمي الأول لسامز في الداخل السوري ويمتد على خمس أيام تقدم فيه مخاضرات من تقصصات متعددة منها القلبية جراحة القلبية بأنواعها التداخلات القلبية والتداخلات الكهرباء القلب في عنا محاضرات عن العناية المركزة زي عن أمراض الصدرة أمراض الكلا أمراض السرطان والتشريح المرضي أمراض غرض الصم وأورامها والداء السكري ومحاضرات أخرى الحقيقة يكتسب أهميته أولاً بحجم المحاضرات عددها وحجم التدريبات الملحقة به هي التدريبات حصية بالمشافي مثلاً التدريب العناية المركزة التدريب استخدام التقنيت الأرطر ساوند الإيكو العناية المركزة تقنيت الإيكو عبر المريء بالأمراض وجراحة القلب وأمراض القلب تقنيت الخزاع الضداء الدرقية وتقنيات التشريح المرضي وأمور أخرى اليوم بدأ عنا التدريب بالجراحات الأمراض النساء عبر التنظير بمشفى قاح وهي تنتد خلال الأسبوع كلها تحت هذه المظلة سامس نوجهها استراتيجياً نحو مطوير برامجها برامج التعليم الطبي استخدام الدماء والأجهزة المتطورة لرفع كفاءة الكوادر الطبية دمناً فالحقيقة نحن إن الشرف أنه نكون مع أخوتنا الأطباء في داخل سوريا حتى نقدر ننفع من سوية علمهم ونتعلم منهم نشوف كيف ممكن نشتغل سوية في المستقبل بشكل أوثق لإفادة الناس في شمال غرب سوريا الآن وفي سوريا كلها مستقبلاً موسيقى أمل أنه دون خدمتهم أو الإنسان يرفع سوية الطبية وكيف كيف كيف يحشترع عن جديد حشرة من دولة بس بأنه مطبط وخاصة مني يزيد على المستقبل هذا الذي يزيد مع رحمة المستقبل أنا كان في هدفين من الزيارة وحضلها اليوم مخترته من مؤتمر العلمي أسبوع العلمي الأول في شمال غرب سوريا الذي سامز أقامته وشاركت فيه محاضرة وكان اجتماع رائع تدريب الطلاب والطب والمقيمين والأخصائيين الذي تدعمهم سامز أو الأخصائيين في المشافي الثاني السبب الثاني أنه ندور على المشافي ونعمل جولات تدريبية سريرية على الأطباء أن نحن نتواصل معهم بشكل دوري أو بشكل حتى يومي على التليفون أو على الواتس آب ونشوفهم شخصياً هذا التواصل الشخصي له متعة خاصة ففي ناس صارنا نتكلم معهم ونعطيهم دورات على التليفون لسنوات وصارنا بهاللقاء اجتمعنا فيهم وكانت تجربة رائعة أنه نشوفهم ونسنب عليهم الثالث أنه نشوف البلد يعني بلدنا هاي أنا زرت هاي أول زيارة إلي من 2010 لسوريا وكما جائباً ونحن فعلها سمعاً فالغلية زيارة من مكانة ترجى في نطلال وهي هي بحسبة ريسية ترجى وصراحة مطلعة من نطلال جداً جداً بصيصاً فإن شخصاً ممكن تطمع معنا نتائجين هذا عمر تقريباً 3 سنوات يعني متابعة، أمر متابعة المرحل التالكي من الدباسي 3 سنوات حتى وقت عشر سنوات تطمع معنا وشركان ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر